اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اضاف سموه لقد حقق البرنامج نسبة كبيرة من المتابعة عبر منصة شاهد وتفاعلا ايجابيا من قبل وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نظرا للأهداف التي يقوم عليها البرنامج في خلق جير من الشباب يتسموا بروح التحدي والعزيمة والارادة عبر سلسلة من التحديات والمسابقات في عدد من المهارات الجسدية لقياس قوة التحمل لديهم مع تمنياتنا لكافة المشاركين بالتوفيق والنجاح واكد اسموه شيخ ناصر بن حمد اهمية التحضير والاعداد للنسخة الثانية من برنامج قدها ليظهر بصورة التي تتناسب مع حجم النجاح الذي حققته في النسخة الاولى وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود وجعل البرنامج اكثر تشويقا واثارة مثمنا سموه جهود جميع القائمين على البرنامج هذا وتعلن اللجنة المنظمة استقبال طلبات المشاركة والتسجيل عبر موقع قدها دوتك تي في